تعلق بمشاريع الوزارة المتوقفة لسيدات السيدة النواب المحترمين من الفريق الاتحاد السوري فلتتفضل إحدى أو أحد واضع السؤال شكرا شكرا سيدة الرئيسة سيد الوزير يتأجل هذا السؤال أكثر ما يزيد على سنة متمنين أن نجد الإجابة لكن الواقع الحال يفرض علينا أن نطرح السؤال من جديد حول الأوراش والمشاريع التي توقفت قبل تحملكم المسؤولية وتوقفت في عادكم ونستفصلكم عن هذا الوضع سيد الوزير شكرا الكلمة سيد الوزير المحترم سيد الوزير رحيم الحمد لله وصلاة والسلام على ملانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين عزاؤنا جميعا في فلدات أكبادنا رحمة الله عليهم جميعا في الحادثة المفجعة ولكن سيد النائب المحترم أنا حرصت لكي نعرف ما هي المشاريع المتوقفة لكن المشروع واحد الذي أعتقد كان متوقف لأربع سنوات هو المشروع المطار محمد الخاميس الذي توقف لاعتبارات الجميع يعرفها مرتبط بالتنظيم الإداري للمكتب الوطني مرتبط بنوعية صفقة وتم في نهاية المطاف التوافق على ذلك وإعداد إعطاء الانطلاقة من جديد ونحن ننتظر آخر التفاصيل في الموضوع إلا كانت مشاريع متوقفة أنا حاولت نتصله باش الإخوان يخبرونا أشري المشاريع المتوقفة باش يمكن تكون عندنا المعطيات في هذا الموضوع شكرا تفضلوا سيد النائب شكرا سيد الوزير طبيعة الحالة علوة على هذا المشروع اللي تكلمته عليه هناك واحد مجموعة من الطرق المتوقفة واللي كانت مبرمجة في عهد الحكومة السابقة منها أربعة ألف وربعة في العمالة دي أسلا ربعة ألف وجوج ربعة ألف وثلاثة وثلاثين تلتمية وسبعة للأشغال المتعترة منذ ألفين واثناش في بزو بين بزو ووتنانت بالإضافة لها دا سيد الوزير توصلتم بتقرير صادم عن أوضاع هذه الطرق في الآقاليم السحروية ومن ضمن هذه الطرق هذه الطريق التي وقعت بها هذه الحادثة اللي صابت واحد عدد من فلدات أكبادنا وأبكت الوطن بكامله نسعيكم سيد الوزير أعلاج ذلك التقرير اللي جمع من عد لجنة برلمانية استطلاعية أعطتكم تقرير صادم عن الأوضاع لماذا لم تتدخلوا لإنقاذ هذه الأرواح هذا وشكرا سيد الرئيس شكرا هل من تعقيب إضافي تفضلوا سيد الوزير بعجالة أولا فرق ما بين المشاريع المتوقفة وما بين طرق المشاريع المتوقفة كنتكلموا على مشاريع لمعنى الكلمة أما صفقات أعلن عنها ثم ألغيات أو اشتركت مقامت باللعليها ثم كتعود صفقها هذا جاربه العمل في العالم في الجماعة المحلية في الوزارات ولا عرفوا أن هناك مشروع بدأته الحكومة وأوقفت هذه الحكومة هذه الحكومة تستمر في إطار منطق دية الجويد في إطار منطق دية الشيء شكرا سيد الوزير شكرا شكرا للمشاهدة